دفعات إيجابية متتالية يتلقاها الاقتصاد المصري تؤكد جدارته الاقتمانية ونجاح مصاري الإصلاح الاقتصادي بالرغم من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة وفي أحدث تحرك رفعت فيتش تصنيف مصر الاقتماني إلى بي من بي ماينس بنظرة مستقبلية مستقرة مسلطة الضوء على الإصلاحات والتدابير الاقتصادية المؤثرة التي اتخذتها الدولة المصرية وكالة التصنيف الاقتماني أوضحت أن المالية الخارجية لمصر تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية فيتش أرجعت قرارها أيضا إلى انخفاض المخاطر الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وعبرت عن ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة وفي ظل الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر تتوقع فيتش جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 وتعافي عائدات قناة السويس بشكل تدريجي وتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة تحرك فيتش جاء على بعض خطوات من توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025 بدعم من الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة لدعم قدرات اقتصادها إصلاحات اقتصادية نفذتها مصر أثبتت جدارتها في تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة الثقة الدولية في مصر كسوق استثمارية واعدة بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية